السلام عليكم صباحكم بروك كديري لباس عليكم كونشي لباس عيدكم مبارك سعيد تعيدوا وتعودوا إن شاء الله وتكون أيامكم كلها أعياد وكنتمنى هاد العيد يلقاكم بصحة وطورة العمر يا ربي واللي يبغى شي حاجة الله يحققها ليه واللي مريض الله يشافيه واللي بصحة الله يطول عمره واللي مات الله يرحمه كديرين كونشي هاني صحة لباس كيف كتشوفوا معنا الروتين يوم ديال نهار العيد كيف كتشوفوا في الصباح ودابا كنديرو حت خميلة خفيفة كندوز على الدار بشوية ديال كندوز شوية ديال لساني كروة وديال الروائح العطيرة بغيتكم تبعوا معي هاد الروتين هادا إن شاء الله غادين ديرو في الفطور نديرو في الغداء كيف كتشوفوا معي غادين شعلوا حد جوجوات ديال اللد إن شاء الله باش صباح يكون معطر كيف كتشوفوا معنا وخا شوية رامش الحال كيف كتشوفوا معي أخوتي فقنا حتى لديك جوية ديال العشرة ديال الصباح يعني إحنا مولفين كان فيقو وكان فطرق كان فيقو معادي كستا ديال الصباح وكان فطرق مش وصل لي وصلاة العيد ولكن مع هاد الحجر الصحي عينا الصراحة وعديد الزمت والحال كان سخون بزرق كيف كتشوفوا معنا وكتشوفوا معنا الروتين ديال إن شاء الله غايكون خفيفة وكانت مني كون خفيفة على قلوكو وكانت مني أعجبكم هاد الروتين كيف كتشوفوا معنا سليت جميع ديال الضار فقط عود ممض عمرت بريري ديال أدتا يمشحها ما نقول لكم على حق وطرقهم بحد العناع ومشحها من نيت وصفي غادي نفترون إنض temple نلي literal hookä وسمنات Поэтому الكريبة complètement صربت معكن وصربتي هاد الشنيت اللي صربت معاكم وليحطتوا فقناة ديالي كيف كتشوفوا معze كمسة ديال حلوة اللي ديجا صربت معاكم هنا اندي ديك القريبة اللي بعد ذلك الكوكا واغريبة اللي بعد ذلك بريري لا cenرى 할richten though in shale kim هو أنني غادي نعجن الخبيزات لأننا تعرفوا دبال الحوان تدو وما أخذينش الخبز ولكن الخبز ديال الضار لا يعلى عليه الصحي وكتعرفي شنو عجنتي وبرأخص دباحنا فد هاد الوباء هذا الله يستر ما كانت يقفت شي حاجة من أحسن تعجني خبز علي الدك وكنت منها يا ربي يا ربي فد العواشا يرفعنا ربي هاد الوباء هذا ونسل علينا رحمته الغداء ديالنا كيف جميع الناس عادي نديروا جاجة نحملها ان شاء الله بالفريت ومريقة ديالو كيكتشوفوا معي كين الناس الأغلبية اللي ديري الكسكسو كيدي دير سفا كيدي دير رفيسة كل واحده كيفاش كيعيد مع وليداته يعني كل واحده لقانا ديالتو كل واحده شنو تشهى في نهار ديالعيد كيكتشوفوا معي أخوتي سافي دلت العطرية ديالي المليحة البزار دلت شوية ديال الخرقوم البلدي الخرقوم دك داما ديال الخرقوم حكيت واحد أربعة دروس ديالتو ما وحامض مصيرته هو هاشيتو وربعه هنا يلي دوستو في طحانة ربع مخلط وغادين نرويهم شوية بياء ديال ما وغادين نخلطهم وغادين نشرمل بيها دجاجة ديالتي اللي كتشوفوا من بعد ما غسلتها وخليتها بايتها في الحامض والماء والمليحة وخليتها حتى نشفت مزيان عدد دست شرملتها كندخل فيها مزيان أدك الربيع لي لدخل كيكتشوفوا معي الطريقة ديال الججرة ديجة حطيتو معاكم تاوى في القناة كنتمنى تصوروا الفيديوهات ديالي وتشوفوهم وأكيد غادي يعجبوكم كيكتشوفوا معي غادي نشتليها رجلات ديالها وغادي نربطهم بر بخيط ولا بشي بلاستيك ممكن كيكتشوفو حطيتها بالطريقة هادي على صدرها باش الطيب مزيان وشلط البصلة في الروبو شلط واحد جوج بصلة كبار في الروبو كندير الماء الجهد اللي غادي يطيب في هادي كدجاجة صافو غادي نخليها فوق العفية طيب على خاطرها مزربانين ما هوهلو فزار نهار طويل غادي فادي الحالة هادي فادي عفون فادي لقيتها هادي اللي غادي تطيب في ججاجة ديالي غادي ندوز نصبو حد العصر اللي كيجي منقوش للكم بحالة بوكا كيجي خاطر 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 بما أن الدراري ديونا ما كييكلوش هاد القريعة الخضراء ما كتعجبوش نهائيا كنفضل ندخلها ليهم في العصر ولا كندخلها ليهم في الحشوات ديال المخامر ما كيعقوش بيهم قعني هايا كيكتشوفوش ديت القريعة ديالي وصلقتها في خليط المحتى غلام ذيان ودرتها بالقشور ديالها بالأخص هاد القريعة هادي مازالها صغيرة صغيرة يعني طريية طريقة طيبة طيبة صافي ودرت عليها واحد جوج دانونات ديال بيستاش والحليب والساني داع لحسب طق وواحد لفاني كيكتشوفو معايا منقوش للكم كيجي عاصير روعة بحالي كتشربين لابوكا خطا 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 جنيت يعني ما بايناش قاعد والله العظيم إلا كيشربوه عارتيو ما كيشبعوش منه كيقول لك غير لفوكا هادي وبالأخص إلا بغتي تزيدي عليها بانانا يمكنك زيدي البانان كيجي خاتر وزوين يعني القوام ديالو مشان نقول لكم لفوكا وساقي هنا بموزجة العاصر كان دوس كان شوف دجاجة ديالي واشطابات كان تكهب واحد الفرشيت ولا بسفود ولا أي حاجة عندك إلا خرج منها الدم يعني رمزال ما طابت إلا مقاش فيها الدم يعني رها طابت كيف كتشوفوا معايا صافي كنخليها كالطيب على خاطرها وغادي نحيدها وغادي ندوز كيما عادي نديرها في واحد شبيكا حتى تقتر من زيان وتنشف وعادي غادي ندوز ونديرها في الفران هنا كيكتشوفوا معايا المريقا درت واحد نص كاس ديال الزيت مخلط البلدية مع الرومية ودرت القناصي تهوما سمحوا لي لاني ما صورتش للكم نسيت ما درتش الطريقة في الكاميرا ندرت هنا نص كاس ديال الزيت البلدية مع ديال الرومية ودرت القناصي وصافوا غادي نخليها تشيح تكيتش حرم زيان وكيتشرب وحتى ما كتبقا كتولي المريقة خاطرة في المقيلة غادي نحق الدجاجة ديالي غادي ندهنها بالزبدة لاني غاد حمرها في الفران ما غاديش نديرها الزيت لاني عنه غانديروا دجاجة بالفريط كعارفي ان الفريط كاف الزيت ودجاجة بالزيت غادي جادك شي مليد بزيف قلت الله ما انتخلى الفران مزيان باش حتى الطيب كتزيد كتدقر مزيان نضيف ملحة لطيفة سوس بيكونت وكيتشوب و الهريسة و نضيفة ججاجة كاملة لان اصلا ججاجة سخونة هذا كله يدوب كيف تشوفوا معي سوف نضيفة ججاجة كاملة يعني من قللها و على استرها مزيان و كيف تشوفوا الرجلين نربطهم مزيان ما زال شاد طفرس هالجاجة و مش حال ما باتت تجاجة كتجي شاد طفرسة ما كتتفرتش لك يعني ضروري تخليها بيتها وهذه هي تجاجة دينا من بعد ما دلنا المريقة و كحات و دلنا لها الفريت و جد شليدة دي الخيار والمطيشة اللي معروفة عندنا معروفي الناس سيدات المغربية كلهم كيعرفوا يدورها تشليدة هادو وهذا هو الشكل النهائي هذا هو الغداء دينا كيف بتاخد دي سير و العصر اللي وجد معاكم و الطاجين الطاجين ديال عفوا انتجة بالفريت و الزيتون و كانتمنى يعجبكم هادروتين خفيف و الخبز اللي عجلنا ها هو توجه ما نقولش ليكم غزال ما شاء الله و عيدكم مبارك سعيد عواش لكم بركات عيدوا تعاودوا ان شاء الله و تفرحوا بولداتكم و اللي بغى شي حاجة يا ربي تحققنه و يا ربي ترفع لنا هادو الواباء و نبقاوا في ديورنا و نديروا اليد في اليد و نتضامنه حتى يدوز كل شي بخير على خير و نصور ميجر ميجرية